ان شاء الله في هذا الدرس رح نتكلم عن اشياء مهمة جدا رح نتكلم عن البلوق المبكر للطفلة واسبابه ما هي اسباب البلوق المبكر؟ طبعا اسبابه يكون بسبب ورم في الدماغ في الناحية التي تتعلق بالبلوق في المعنى الطبيعي او من الناحية الفيسيولوجي خلال البلوق الطبيعي يقوم الدماغ باعطاء امر الى القدة النخامية وهذا بدورها تصدر امرا الى المبيض لفرز هرمون الاستروجين الذي يساعد على نمو الثديين وايضا بروز علامات البلوق من ثم البلوق الكامل وايضا اي خلال في الدماغ يعطل هذه الاهوامر وبالتالي لا يصدر وقتها الامر بالوقت المحدد او المقرر او الامر في الوقت الطبيعي مثلا البنت تبلغ بعد تسع سنين ممكن هذا البلوق يكون قبل عمر مثلا في خمس سنين وايضا يحدث البلوق المبكر بسبب الاورام السرطانية وايضا يحصل البلوق المبكر بسبب ثقب في قشاء البكارة وايضا بسبب العملية الجنسية المبكرة او الاعتداء الجنسي المبكر للطفلة في اثناء العمر يعني الصغير اه الى هنا انتهى الدرس كان معكم الباحث خالد بن سعود الاحليبي ان شاء الله نشوفكم في درس قادم باذن الله اشتركوا في القناة